اشتركوا في القناة 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 الحمد لله بالعمل جيد و بردات الوالدين والله اللي كديس من الفوق العمل ديال سيموحمد الحرقوريم شكور بزاف مشيغير معي أنا كل شكل قرأسه في تيران كم ما شفتيت فرشي في المباراة كل شكل قرأسه في تيران وفي الفورما اللي كيبغيهوه شكراً عبدالحسيب شكراً عبدالحسيب شكراً عبدالحسيب شكراً بزاف معنا الآن اللاعب السابق لفريق عمل بالقصيري سيد مصطفى تواتي يعني اللي لعب توابي اللي لعب يعني فترة تقلق هذا الفريق في بطولة القسم عندما كان يمارس بطولة قسم الأول أواسط التمينات سيمسطفى توابي هو الآن نائب رئيس فريق عمل بالقصيري تحدثنا على المباراة اليوم سيمسطفى والفوز يعني الصاحق نحن كنا تنسين هاد المقابلة لأنه كنا تنقولوا بأن هاد المقابلة هي اللي غا تكون عندنا بحلب بوتر ديال الصعود ديالنا وكننا متخوفاً من المقابلة الحقيقة هي هاده ودهك التخوف ديالنا وقل يجعل أن الإخوان يأخذوا المقابلة بجدية ويأخذوا هذا ووجب الله انتصار ومخيب ناشو الله ووجب الله هاد الساد البيئات اللي تنظلوا أنهم ساهموا في صعود ديالنا إن شاء الله إلا كانت نيسبة ولا إلا كان شي حاجة له وصلنا للنسبة بلوكساري لعبت لي مبدكاء لعبت بأحد الكورة اللي كورة ساليسة كورة اللي سهلة بمدرب ديال الكوف اسم محمد القرقوري لعبوا على المرتد اللي كان خاطر بلوكساري عندما لزا تقوم بالمين الميور وغا تقوم عندهم في هذه الشمبيونة اللعابة اللي استغلوا هذه الفرص والاخطاء الدفاعي اللي كانت القاتلة ديالك كاكسبو كاكسبو اليوم اللي ما بنش هذه الفرقة اللي كنا كان نضروع عليها وتنتكلموا على كاكسبو بأن كاكسبو فارق لغادي نافس حسن لديقناة طريقة مستقبلا ولكن العام البلوكساري عندما نبونيكيب استغلوا وسط الميدان اللي كان وسط الميدان مشلول ديال كاكسبو وفي أكثر كان الجهة اليومية ديال كاكسبو اللي كانت غايبة وكان ونفو ديال أريال سنترال اللي كانت تقيل بزاف كان ديالما تيجي لي من لور اللعاب ديال لغا سنتر ديال بلوكساري واستغل ثلاثة ديال البيوت استغلهم الغارديان اللي كان شي شوية ناقص عاوتاني المدريب مادرش اللي كانوا يخصومي دارو زيد على ذلك اللي كان عليهم لأبرايس يوم بزاف كاكسبو اللي كانوا يخصومي ربعوه كذلك عامر البلوكساري اللي استغلوا الفورات دياله وملقاء اللي جاوهم مركب البيوت لنتيجة ستر سيفر كنتظن أنه عامر البلوكساري ضمن واحد سبعين في المياه ديال الصعود ويستهلوا لأنه صراحة فارق اللي كبير مواسطة مدرب كبير مدرب اللي يعرف أنه وخام مدافع وداز مدافع استغل التغارات اللي كانت فادي حادي العام ديال كرسبو موسيقى معنا معنا الحارس السابق لكفاح صديخياء والمدرب السيد طالبي السيد طالبي يعني القراءة التقنية ديالكفهاد علم الصور التقنية ديالكفهاد أظن الأخ سعيد على أنه بخصوص النتيجة هو تحصيل وحاصل طبعاً التحليل ديالنا إحنا في المبين الشوطين كنت متخوف على أن الحصاصة تكون متقيلة في الشوط الثاني إلي مصدركش المدرب ديال نادي سبو الأخطاء دياله اللي في الواقع هي اللي كانت ربما سبب على أنهما يستقبلوا هذا الكم الهائل ديال الإصابات أعتقد حسب القراءة ديالي أنا على أن المدرب ديال نادي سبو أعتمد على أنه خطة دفاعية حاول على أنه يستلم مرات للأسف قابل فريق قوي فريق شاب فريق يمتلك فرضيات هائلة يمتلك لعب جماعي هام طبعاً استغلوا الضعف ديال الفريق لأنه ما ينقش الفريق يتحمل أكثر من 45 دقيقة وهو يدافع حتى القدرات البدنيات بيناتها لأنه ضعيفة فهو اللي أعطى الأقل دياله في الشوق الثاني هو اللي يستغل له أحسن استغلال المهاجمين ديال الفريق ديال أم البلوكسيري ولولا التصرع ديال بعض ديال العابة اللي كانوا في الهجوم ومحاولات ديالهم على أنه يستغلوا اللاعب الفردي لكن الحصر ربما أكثر ربما أعتقل ولولا الحركات الجميلة اللي ديال الحارس ديال نادي سبو ما دون ذلك أرى على أن الانتصار وانتصار مستحق تمتعنا فعلا فريق عمل البلوكسيري يمتلك فريق يعني جميع المشاهد الكوروية شفناهم شفنا التريونجل شفنا التنشيط الجوانيب شفنا الدخول من وسط الميدان شفنا البنتراسيون شفنا الدياغونال شفنا جميع اللوحات اللي يمكن الإنسان يشوفها عند فريق كوروية مهمة فريق بالقساري على نقطة واحدة في المبارد المقبلة من خميسات من أجل تقليل بسعود يمكننا المهم أن فريق بالقساري ضمن بواحد نسبة كبيرة تواجد المرسم محبرة في قسم العلوات ويستحق هذه المبارد المقبلة منطق انتظار نقطة واحدة سيفدوا واحدين أنا كنتمنا على أن القائمين على الشأن الكوروية في أعمال البلوكسيري على أن يفكروا ثلاثة النقاط يعني يفكروا ويشتغلوا على أساس على أن يجبوا ثلاثة النقاط من الخميسات وعندهم فريق متكامل وقادر على تحقيق النتجة وبالتالي هذا التفكير على أن يفكروا في تعادور لكي يربحوا نقطة ربما يكون في تحييئ نفسيه هو تحييئ سلبي إذا تمنا من إدارة التقنية الخصوص السيد المدرب على أن يشتغلوا على باشي يربحوا ثلاثة نقاط من الخميسات لأن المقابلة هي مقابلة سواء كانت مع نادي سبو أو مع نادي الخميسات يجب تهيئ اللاعبين نفسيا على أن يحصلوا على ثلاثة نقاط وأمام البلوكسيري يستحق كمدينة كمتتبعين كمدينة كذاكرة كوروية لأن البلوكسيري أصبق لي سجل الحضور في مشاهد الكوروية لعبوه في القسم الوطني الأول وأعطوه لعابة كبار للمعروفين للصعيد الوطني كانت منها على أن البلوكسيري تعود استرجاع القيمة الكوروية كما كانت منها لأن نادي القنيطري كما نقول دائما هو القاطرة الكوروية في المنطقة الغرب على أنه استرجاع العافية ورجع المكان الطبيعي اللي هي ضمن فروق صفو شكرا سماح مطاربي أخوي عبد الحاكيم عبد الحاكيم عبد الحاكيم عبد الحاكيم عبد الحاكيم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا